الأنموذج الرابع حديث الثقلين من خلال البحث الطويل والمتشعب والمتفرع في المكتبة الشيعية وفي المكتبة السنية ليس في يوم أو يومين إنني أتحدث عن عقود من الزمان إنه بحث في المكتبتين في المكتبة الشيعية وفي المكتبة السنية لا أتحدث عن حديث الثقلين فقط وإنما أتحدث عن كل المكتبتين لم أجد حديثاً تعرض للتحريف مثلما تعرض حديث الثقلين إذا أردت أن أقول من أن أمر هذا الحديث عجيب غريب لن أكون صادقاً معكم لأنني لا أستغرب هذا ولا أتعجب من هذا وإنما أقوله هكذا كلاماً كلام يقال وإلا شيء طبيعي للسقيفة التحريف والتزوير والتزييف أن تقوم بذلك أتحدث عن سقيفة بني ساعدة التي كل دينها تحريف من أوله إلى آخره والأمر هو هو في السقيفة اللعينة الثانية أتحدث عن سقيفة بني طوسي له غرابة في الأمر سقيفة بني طوسي دينها كله تحريف من أوله إلى آخره وأنا أعرض الوثائق بين أيديكم ليس اليوم منذ سنين هذا البرنامج برنامج الخاتمة هو الجزء الرابع من برنامج كبير عنوانه ملف الكتاب والعترة هذا البرنامج شرعت فيه قبل عقد من الزمان منذ عقد من الزمان وأنا أواصل عملي في تقديم هذا البرنامج وقد قاربت على الانتهاء منه فهأني في نهايات الخاتمة إنها خاتمة ملف الكتاب والعترة فأجدد قولي من أنني لم أواجه نصا تعرض لهذا الكم الهائل من التحريف مثلما واجهت هذا النص قد يقول قائل لماذا لم يحذفوه ويتخلص منه لا يستطيعون لو كانوا قادرين على حذفه في السقفتين على حد سواء لحذفوه ويتخلصوا منه لكنهم ليسوا قادرين على حذفه وعلى التخلص منه حديث منتشر في كل المكتبة السنية بنحو واسع جدا ومنتشر أيضا في كل المكتبة الشيعية فلا يستطيعون التخلص منه لأنهم حتى لو حاولوا لن يفلحوا ولذا فإن الشيطان ذكي ذكي في حربه ذكي في خداعه لم يدفعهم إلى التخلص من الحديث وإنما دفعهم إلى تحريفه وتزويره ولذا أقول لكم وبملء فمي لم يتعرض حديث لا في المكتبة السنية ولا في المكتبة الشيعية إلى تحريف مثل ما تعرض حديث الثقلين قطعا الموضوع لن أستطيع بيانه بالكامل في حلقة واحدة وإنما سأحدثكم وإنما سأحدثكم في هذه الحلقة بحسب الوقت وسأكمل حديثي في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى في بادئ الأمر سأذكر لكم فهرسة لأنواعي وألواني التحريف الذي تعرض له حديث الثقلين ثم أعود إلى الشرح والتفاصيل التحريف الأول تحريف في العنوان حديث الثقلين هذا هو العنوان الصحيح ولكنهم أيضا قالوا حديث الثقلين وهذا تحريف أكان مقصودا أم لم يكن مقصودا وأنا لا أحسن الظن بسقيفة بني ساعدة ولا بسقيفة بني طوسي لكن هذا التحريف نشأ في أجواء سقيفة بني ساعدة وانتقل إلى أجواء سقيفة بني طوسي العنوان الصحيح حديث الثقلين حديث الثقلين تحريف المعنى يختلف المعنى الذي قصده رسول الله قصده في هذا التعبير حديث الثقلين سأعود إلى شرح هذا بعد ذكر هذه الفهرسة إذن هذا التحريف الأول تحريف في العنوان التحريف الثاني إحائي شيطاني ليس تحريفا في ألفاظ الحديثي أو في معنى الحديثي وإنما هو تحريف وحرف لعوام السنة عن هذا الحديث هناك شيء منتشر بين عوام السنة علماء السنة لا أتحدث عن صغار المعممين صغار المعممين حمير كصغار المعممين في النجف وكربلاء حمير يساقون في هذا الاتجاه أو في ذلك الاتجاه تحدث عن الكبار كبار علماء السنة يعرفون الحقيقة وبالمناسبة من خلال البحث الطويل والمستديم في المكتبتين فإن علماء السنة أكثر فهما من علماء الشيعة أكثر بكثير وأكثر ذكاء أتحدث عن كبار العلماء وأوسع موسوعية علمية علماء السنة وأقولها بقاطعية وبإمكاني أن أثبت هذا وقد تحدثت عن هذا الموضوع أدل دليل مراجع النجف وكربلاء عيال على ما أنتجته السقيفة بني ساعد عيال على كبار علماء السنة كبار علماء السنة أكثر فهما من مراجع النجف وكربلاء وأكثر ذكاء وأوسع موسوعية وقد يكونون أكثر صدقاً مع أنفسهم لا مع أتباعهم فيما بينهم وبين أنفسهم يعرفون الحقيقة لكنهم يخدعون أتباعهم فعلماء السنة عبيد السلاطين فلابد أن يتحركوا في المساحة التي تكون نافعة لهم من خلال رضا السلاطين عليهم هذا هو تأريخهم وبالمناسبة علماء الشيعة ما هم ببعيدين عن السلاطين خدعونا قالوا لنا من أنهم يقاطعون السلاطين ضحكوا علينا أما حالات الإصطدام بين علماء الشيعة والسلاطين كحالات الإصطدام بين بعض علماء السنة والسلاطين كحالات الإصطدام فيما بين أولاد السلطان والسلطان هناك مصالح وصاحب السلطان كراكب الأسد الناس تتعجب منه وربما تتمنى أن تكون في المحل نفسه لكنهم لا يعلمون متى سيأخذ الأسد قراره كي يوقعه ويهترس متى سينقلب عليه فصاحب السلطان كراكب الأسد السلطان كبحر الظلمات بحر الظلمات هو الذي يعرف في زماننا بالمحيط الأطلسي بالمحيط الأطلنطي كان العرب يسمونه ببحر الظلمات ما بين لحظة وأخرى تهيج أمواجه كالجبال السلاطين والملوك كأمواج المحيط الأطلسي وعواصفه على أي حال فماذا يفعل علماء السنة يضعون عوام السنة في هذا الجو من خلال الإحاءات الشيطانية يحون إليهم من أن حديث الثقلين الذي جاء فيه التعبير وعترة حديث شيعي لا يقولون لهم هذا بنحو صريح وإنما من خلال الإحاءات من خلال لوازم الكلام صار في مخيلة عوام السنة من أن حديث الثقلين بتعبير وعترة حديث شيعي ليس موجودا في كتب السنة وليس صحيحا في أعلى درجات الصحة عند كبار علمائهم إحاء شيطاني نشروه بين عوام السنة وإحاء آخر من أن الحديث السنية هو وسنة مع أن كبار علماء السنة يعلمون من أن الحديث الصحيح هو هذا وإذا أردنا أن نقبل وسنة فإنه سيشرح وفقا لحديث وعترتي إنها سنة النبي التي هي هي سنة العترة إذا إذا أردنا أن نفهم هذا الحديث وكنا معتقدين بصحته فلابد أن يفهم ضمن الحقيقة العامة للحديث الأول هذا أمر يعرفه علماء السنة أتحدث عن كبار علماء السنة لا عن هؤلاء الصبية الذين يخرجون على الإنترنت ويدخلون في نقاش مع الشيعة لا أتحدث عن هؤلاء الصبية حينما أقول صبية لا أتحدث عن الأعمار وإنما أتحدث عن المستوى العلمي عن المستوى الثقافي تلاحظون كيف صار الأمر كيف أنهم حرفوا قلوب عوام السنة باتجاه شيطاني واضح إذن التحريف الأول كان تحريفا في العنوان من حديث الثقلين إلى حديث الثقلين فارق في المعنى التحريف الثاني هو تحريف لقلوب عوام السنة وضعوهم في هذا الجو من أن حديث الثقلين الذي جاء فيه تعبير وعترتي هذا من أحاديث الرافضة من أحاديث الشيعة أما نحن السنة فالحديث الصحيح عندنا وسنة ومثل ما قلت لكم كبار علماء السنة يعرفون من أن الحديث الصحيح ما جاء فيه وعترتي ما الحديث الذي جاء فيه وسنتي إذا اعتبرناه حديثا صحيحا فإنه يفهم ويشرح على سبيل التفريع من ذلك الحديث الأصل فسنة النبي هي سنة العترة الطاهرة التحريف الثالث جاء بصياغة جديدة لفظية وفي الوقت نفسه قطعا سيتحقق هناك تحريف معنوي حينما نغير الألفاظ وسأقرأ عليكم من كتبهم هذه التحريفات كلها في أجواء سقيفة بني ساعد على سبيل المثال هناك الكثير من الأحاديث في كتبهم إني تارك فيكم كتاب الله وينتهي الحديث إني تارك فيكم كتاب الله لا يوجد شيء آخر ما إن تمسكتم به لن تضل هذا المضمون ورد في الكثير وفي العديد من الأحاديث في كتبه تحريف اللفظي وقد يكون تحريفا غبيا في بعض الأحيان غبيا جدا وسأقرأ عليكم من أمهات كتبهم ومن كتبهم الأصلية التحريف الرابع رفعوا تعبير وعترتي وأبدلوه بتعبير وسنتي فهناك عندهم في كتبهم من الأحاديث ما جاء بهذه الصيغة وسنتي التحريف الخامس في الكتب التي أوردت وعترتي في كثير منها حذف بقية الكلام ما إن تمسكتم بهما لن تضل بعد أبدا مع أن الحديث واضح في دلالته حتى لو حذف هذا الكلام فإن الحديث واضح من أن النبي صلى الله عليه وآله ترك لنا الكتاب والعترة ومن أنهما لن يفترق حتى يرد على الحوت على رسول الله لكن في الكثير من كتبهم التي أوردت هذا الحديث حذفت هذه الجملة ما إن تمسكتم بهما لن تضل بعد أبدا التحريف السادس تحريف معنوي حينما يشرحون حديث الثقلين الذي ورد فيه التعبير وعترة يدخلون نساء النبي ويصرون كثيرا على إدخال عائشة في العترة هناك إصرار شديد من قبلهم على إدخال عائشة في العترة مع أن عنوان نساء النبي يكفي فعائشة من نساء النبي هذه التحريفات تحريفات شائعة منتشرة في أجواء سقيفة بني ساعد بشكل سريع أعيد لكم الكلام عليكم أن تعرف هذه الحقائق وإلا لن تصل إلى دين محمد صلى الله عليه وآله لن تصل عليكم أن تعرف هذه الحقائق حرفوا العنوان وحرفوا اتجاه قلوب عوام السنة بإحاءات شيطانية أقنعوهم من أن الحديث الذي فيه وعترتي حديث رافضي شيعي ولذا عوام السنة يتنفرون من يميلون إلى حديث وسنة التحريف الثالث حرفوا الحديث تحريفا لفظيا كاملا وترتب على هذا أن حدث تحريف معنوي كامل التحريف الرابع وضعوا أحاديث أبدلوا فيها وعترتي بي وسنة التحريف الخامس حذفوا من الأحاديث المنتشرة في الكثير من كتبهم والتي ذكروها بي وعترتي حذفوا منها ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضل بعد أبدا التحريف السادس تحريف معنوي حينما يشرحون حديث الثقلين الذي فيه هذا التعبير وعترتي يدخلون نساء النبي في العترة كل هذه التحريفات منتشرة في أجواء سقيفة بني ساعد التحريف السابع التحريف السابع تحريف مشترك فيما بين السقيفتين هذا التحريف موجود في أجواء سقيفة بني ساعد وفي أجواء سقيفة بني طوس والمراجع الطوسيون يصيبهم الطرب لهذا التحريف يعجبهم يعجبهم هذا التحريف أي تحريف هذا التحريف الشيطاني القذر المشترك فيما بين السقيفتين اللعينتين أي تحريف ما أضافوه إلى حديث الثقلين تارة بتعبير الأكبر من أن الكتابة هو الثقل الأكبر القراءة الصحيحة هو الثقل الأكبر ولكن شاع على ألسنتنا لأننا اعتدنا على ثقافة محرفة مع أن ني أعرف أن الحديث محرف لكنني حينما أقرأ الأحاديث أو حينما أذكرها حتى في برامجي تهيمن علي الغفلة فأقول الثقل الأكبر ألا تلاحظون أن التحريف في كل مكان وآثاره موجودة حتى في هذه البرامج التي تدعي أنها تحارب التحريف ولذا دائما أقول لكم أنا لا أعطيكم ضمانا من أن برامجي وأحاديثي خلية من التحريف السقيفي من السقيفتين أعطيكم ضمانا أنني أحاول أن أتجنب تحريف السقيفتين بقدر ما أستطيع لكنني لا أعطيكم ضمانا من أن أحاديثي وبرامجي السابقة الحاضرة وحتى اللاحقة هذه قضية لا أستطيع أن أتخلص منها أنا جزء من هذا الواقع القذر أنا جزء من هذا الواقع المحرف فإن أني ما جئت من المريخ أنا جزء من هذا الواقع نشأت فيه وتربيت فيه وتعلمت فيه وترعرعت فيه وتثقفت فيه وعشت فيه لا لا استطيع أن أتخلص من كل التحريف القراءة الصحيحة الثقل الأكبر وليس الثقل الأكبر ولكننا تعودنا على التحريف ما جاء من تعبير في حديث الثقلين هناك ثقل أكبر وهو الكتاب وثقل أصغر ويقصد منه العترة هذا موجود في حديث الثقلين المروي في كتب السنة وموجود أيضا في حديث الثقلين المروي في كتب الشيحة فهذا تحريف مشترك بين السقفتين فهناك الثقل الأكبر وهناك الثقل الأصغر وفي بعض الأحاديث الثقل الأعظم وثقل الأصغر وفي أحاديث أخرى الثقل الأفضل الثقل الأكبر هو الكتاب يقابله الأصغر العترة وهكذا الثقل الأعظم الكتاب الثقل هو الحبل الأطول الذي يقابله الحبل الأقصر الحبل الأقل طولا العترة فهذه التعابير وردت في الأحاديث المروية في كتب السنة وفي الأحاديث المروية في كتب الشيعة صيغ مختلفة لحديث الثقل لكنها وردت بنحو أكثر إذا أردت أن أقوم بمقايسة نسبية قطعا حديث الثقلين ورد مرويا بنحو أكثر في كتب الشيعة إذا أردنا أن نتتبع عدد المرات التي ذكر فيها حديث الثقلين في كتب الشيعة فإنه يكون بنحو أكثر كما يبدو من خلال متابعة الكتب القديمة والجديدة لكنه أيضا قد روي بكثرة وكثرة وكثرة في كتب السنة هذا التحريف مشترك بين السقيفتين لكنه متواجد بنحو أكثر في كتب السنة وهو موجود في كتب الشيعة وكما قلت لكم مراجع النجف وكرب لا يطربهم 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 أن يذكروا من أن الكتاب هو الثقل الأكبر هو الثقل الأكبر كما هو شائع في التلفظ ولذا حينما يثبتون هذا الحديث في كتبهم يذهبون إلى هذه الأحاديث المحرفة الحديث الأصل لا يوجد فيه ذكر لثقل أكبر وثقل أصغر هذه تحريفات ناصبية من تحريفات سقيفة بني ساعدة وبعد ذلك انتشرت وانتقلت إلى الأجواء الشيعية وهذا تحريف شائع ومنتشر جدا النبي صلى الله عليه وآله حين أوصى بالثقلين لم يميز بينهما هذا تحريف من التحريف إذن من التحريف الأول إلى التحريف السادس تحريفات في أجواء سقيفة بني ساعد التحريف السابع تحريف مشترك ما بين سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي نسبيا يتواجد بنحو أكبر بنحو أكثر في كتب أتباع سقيفة بني ساعدة وهو موجود أيضا في كتب أتباع سقيفة بني طوسي التحريف الثامن هذا تحريف في أجواء سقيفة بني طوسي التحريف الثامن تحريف معنوي ليس لفظيا حينما يشرحون حديث الثقلين يساوون مساواتا كاملة بين الكتاب والعترة وهذا في أحسن الأحوال وهذا تحريف هذا تحريف قد تقولون من أن الحديث يدل على هذا أقول لكم كلا الحديث لا يدل على هذا وسأثبت ذلك لكم بالأدلة القاطعة ولكن أصبروا علي كيف تعرف من أن ديننا مسخرة 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 هل تعلمون كم ألف علماء الشيعة من كتب بل ألفوا موسوعات عن حديث الثقلين هناك موسوعات في المكتبة الشيعية موسوعات كبيرة مفصلة وموسوعات متوسطة ألفها علماء الشيعة بخصوص حديث الثقلين غاية ما وصلوا إليه أن أثبتوا صحة هذا الحديث المحرف وما قيمة إثبات صحة حديث محرة لم يتحدث عن تعريفه أبدا بل لم يخطر هذا في أذانهم وخصوصا فيما يرتبط بالتعريف المعنوي وغاية ما بيّنوا وشرحوا في كتبهم ومؤلفاتهم وموسوعاتهم من أن الكتاب والعترة متساويان في منزلة واحدة أما الذين ذهبوا مع صيغ حديث الثقلين المحرف بما جاء فيه من ثقل أكبر وثقل أصغر فإنهم جعلوا الكتاب أعلى منزلة من العترة وهذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي عبر المكتبة الشيعية بقضها وقضيضها من أولها إلى آخرها وعبر الفضائيات الشيعية وعبر المنابر الحسينية وعبر المراجع وأولادهم وأصهارهم ووكلائهم وعبر الإعلام الشيعي الديني وعبر الإنترنت وما يُعقد من نقاشات طويلة مفصلة حول حديث الثقلين غاية الأمر أنهم يثبتون صحة هذا الحديث المحرّث فإما أن يذهب مع أحاديث الثقل الأكبر والأصغر وهذا يعني أن الكتاب أعلى منزلة من العترة وإما أن يذهب مع الحديث الذي يخلو من تلك التعابير وهذا يعني أن الكتاب والعترة في منزلة واحدة مع أن الحقيقة ليست كذلك الكتاب شأن من شؤونه وهذا ما سيأتي بيانه ومن القرآن من القرآن بأدلة قاطعة 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 ولكن اصطبروا عليه هذا موضوع معقد ومفصل ومركب ومهم ويمكنكم من خلال دراسة هذا الموضوع الذي سأطرحه في هذه الحلقة وما بعدها أن تعرفوا هذه الحقيقة من أن الدين مزيف عند السنة وعند الشيعة على حد سوى ومن أن علماء الشيعة حمير حمير غاية ما عندهم أن يحاول إثبات صحة حديث محرف ثم يأتون إلى شرحه فيحرفونه معنويا ويضللون الشيعة هذه هي الحقيقة من الآخر إذن التحريف الثامن تحريف في أجواء سقيفة بن طوسي المساواة في المنزلة ما بين الكتاب والعترة التحريف التاسع تحريف في أجواء سقيفة بن طوسي أيضا علماء الشيعة جعلوا حديث الثقلين جعلوه نهاية المطاف بينما الحديث ليس كذلك قد حدثتكم فيما سلف من أن حديث الثقلين من الأحاديث البرزخية وليس من الأحاديث التأويلية التي تمثل نهاية المطاف الأحاديث التأويلية هي التي تدخلنا في مرحلة نهاية المطاف وبنحو تدريجي نحن في مرحلة التأويل في حركة تكاملية وبيان تدريجي إلى وقت ظهور إمام زماننا وحينئذ ستنكشف الحقائق الطوسيون علماء الشيعة جعلوا من حديث الثقلين حديثا يمثل نهاية المطاف هذا أقصى ما يمكن أن نصل إليه في مضمون عقيدتنا بينما الحديث حديث برزخي حديث موضوع للمحاججة حديث يشكل مرحلة تمهيد فكري وعلمي للذين يبحثون عن الحقيقة حديث برزخي ما بين التنزيل والتأويل وعندنا العديد من الأحاديث البرزخية كحديث المنزلة منزلة علي من رسول الله كمنزلة هارون من موسى هارون من شيعة علي كيف تكون منزلة الإمام كمنزلة فرد من شيعته لكن الحديث حديث برزخي من الأحاديث التي تشكل منظومة تمهيدية للانتقال العلمي الفكري في الجدل والنقاش من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل إنها مرحلة التأويل لا أتحدث عن تأويل النصوص أتحدث عن دين الأحاديث التي هي موجودة في كتب السنة والشيعة رسول الله يقول لأمير المؤمنين يا علي ستقاتلهم على التأويل مثل ما قاتلتهم على التنزيل فإن النبي لم يقاتلهم على علم التنزيل النبي يقاتلهم على الإسلام كله فالتنزيل عنوان للإسلام كله زمان رسول الله كذلك فإن أمير المؤمنين لا يقاتلهم على علم التأويل وإنما يقاتلهم على الإسلام في مرحلة جديدة في مرحلة ما بعد بيعة الغدير وهذا المطلب مطلب أساسي إذا لم يفهم بدقة فإن الكثير من الأمور ستبقى غامضة مقدمة برنامج ملف الكتاب والعتر برنامج عنوانه ملف التنزيل والتأويل في البداية قدمت هذا البرنامج مقدمة لملف الكتاب والعتر ملف التنزيل والتأويل وإذا لم تجد فرصة سانحة للإطلاع على هذه البرامج على الأقل عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك فإنني قد تحدثت في هذه الحلقات وشرحت ووضحت المرادة من مرحلة التنزيل والمرادة من مرحلة التأويل ولا أقول في هذه الحلقة أكثر من هذا بخصوص التنزيل والتأويل الحلقات ليست معدة للحديث في هذا الموضوع لكن بعض المطالب لا بد أن تذكر وإلا فستبقى الصورة منقوصة ليست كاملة إذن التحريف التاسع تبنته السقيفة بني طوسي من أن حديث الثقلين يمثل نهاية المطاف وهكذا علموا أتباعه بينما حديث الثقلين يمثل بوابة للوصول إلى نهاية المطاف نهاية المطاف الدين هو الإمام ولا يوجد كتاب يساوي الإمام الكتاب شأن من شؤون الإمام نهاية المطاف هنا وهذا ما تحدث عنه القرآن وبنحو واسع جدا وسأعرض لكم الحقائق القرآنية الواضحة والساطعة وفي الوقت نفسه أقول لكم عليكم في نهاية المطاف إما أن تحكموا علي بأني حمار أو أن تحكموا على مراجعكم بأنهم حمير على مراجعكم ومؤلفيكم وخطبائكم وإعلاميكم وفضائياتكم إما أن تحكموا علي بأني حمار وإما أن تحكموا على أولئك بأنهم حمير وإلا لن تكونوا صادقين مع أنفسكم ولن تستطيعوا أن تنتقلوا إلى شاطئ الأمان إذن هذه فهرسة لأنواع التحريف التي تعرض لها حديث الثقلين من التحريف الأول إلى السادس هذه التحريفات خاصة بسقيفة بني ساعد التحريف السابع مشترك بين السقيفتين اللعينتين بين سقيفة بني ساعد وسقيفة القذارة سقيفة بني طوس التحريف الثامن والتاسع وهذان التحريفان هما الأخطر بالنسبة للذين يقولون نحن شيعة أتباع سقيفة بني ساعد لهم دينه لا شأن لنا به وتحريفاتهم في الخطر دون هذين التحريفين أخطر التحريفات التحريف الثامن والتحريف التاسع وهذان التحريفان خاصان بسقيفة بني طوس ألا لعنة الله على سقيفة بني طوس التي دمرت ديننا وحرفت ديننا ولزالت مصرة على هذا ولزال هؤلاء اللعناء من المراجع الطوسيين من مراجع النجف وكربلاء لا زال يصرون على الاستمرار على التحريف والتزييف نذهب إلى فاصل نبدأ مع هذه التحريفات التحريف الأول فيما يرتبط بعنوان الحديث العنوان الصحيح حديث الثقلين أما حينما يقولون حديث الثقلين فهذا تحريف للعنوان قد يكون هناك ترقيع للموضوع فهناك من يرقع فيقول من أن المعنى واحد بين الثقلين والثقلين مثل ما هو فيما بين مثل ومثل شبه وشبه نجس ونجس هذا ترقيع أولا ما هو الدليل على أن هذا كهذا لا يوجد دليل لا توجد قاعدة لا توجد قاعدة لغوية لا توجد قاعدة صرفية نحن إذا أردنا أن نقيس هذا على هذا إما وفقا لقاعدة لغوية معروفة بين علماء اللغة لا توجد قاعدة لغوية تقول بهذا أو أن تكون هناك قاعدة صرفية في علم الصرف ولا توجد أيضا قاعدة صرفية تقول بهذا وإذا أراد أحد أن يرد على كلامي فليأتني بالقاعدة ودليلها ومصدرها هذا ترقيع من أن الثقلين المفرد الثقل والثقلين المفرد الثقل من أن الثقل والثقل كما هو الحال مع مثل ومثل شبه وشبه نجس ونجس لا يوجد دليل على ذلك لا توجد قاعدة لغوية ولا قاعدة صرفية وبغض النظر عن هذا الكلام النقطة الثانية من قال بأن مثل ومثل بمعنى واحد ومن قال بأن شبه وشبه بمعنى واحد ومن قال من أن نجس ونجس بمعنى واحد ربما هناك جهة معنوية تلتقي فيها هذه الكلمات لكن هناك فارق بين كلمة مثل وكلمة مثل مثلي ومثلي فارق كبير مثلي هناك تطابق بيني وبين الذي هو مثلي أما مثلي لا يوجد هناك تطابق وإنما جهة من الجهات جهة من الجهات ألتقي فيها مع مثلي وهناك دلالات أخرى والأمر هو هو في شبه وشبه وفي نجس ونجس فلا يوجد تطابق في المعنى بين هذه الأمثلة لذا هذا الكلام ترقيعي في لغة العرب هناك ثلاثة ألفاظ هناك ثقل وهناك ثقل وهناك ثقل والمعاني مختلفة ثقل بكسر الثاء وتسكين القاف ثقل ثقل في لغة العرب تعني مقدار الوزن ثقلي هو وزني حينما تكسر الثاء وتسكن القاف قد يقال لعشيرة الرجل لأنصاره لأهله من أنهم ثقله فهو يكون ثقيلا بين الناس بأهله يكون عزيزا تكون أقدامه ثقيلة على الأرض قد يقال هذا الكلام لكن المعنى الأصل حينما أقول ثقلي فهو يعني وزني وزني كذا كذا كيلوغرام ثقلي كذا كيلوغرام وزني هو ثقلي وثقلي هو وزني وهناك ثقل بكسر الثاء وفتح القاف ثقل الأولى ثقلي والثانية ثقلي ثقل الثقل حالة في الشيء تقابل الخفة هذا شيء فيه خفة قد تكون خفة مادية وقد تكون خفة معنوية كما في الإنسان إنسان يكون خفيفا معنويا هزيلا فيقال هذا الرجل فيه خفة خفة في عقله مثلا خفة في أخلاقه خفة في صبره وهذا رجل عنده ثقل الثقل ما يقابل الخفة الثقل هو الوزن والثقل حالة توصف بها الأشياء ويوصف بها الإنسان تقابل الخفة أما الثقل حديث الثقلين ثقل وثقل فهما ثقلان ولذا يقال له حديث الثقلين الثقل هو الشيء العزيز جدا والنفيس جدا والذي يصعب أن نقدر ثمنه وهذا يتناسب مع عبارتي ولفظتي إني تارك إنها تركة النبي هذا أشرف الكائنات إنه محمد صلى الله عليه وآله ما هي تركته ليست لأمته وإنما تركته للعالمين إنه رحمة مبعوثة للعالمين لكل العوالم هذه تركة الرحمة المبعوثة للعالمين هذه تركة محمد فماذا تكون لابد أن تكون ثمينة جدا فأي تعابير سيكون الأقرب هل إني تارك فيكم الثقلين ثقل بمعنى الوزن أو الثقلين بمعنى ما هو مقابل للخفة إنه ثقيل الثقل إني تارك فيكم الثقلين الشيئين العزيزين الغاليين النفيسين الذين هما عند محمد الأغلى والأنفس والأعاز والأقرب إلى قلبه والأحاب فأي التعابير سيكون أنسب قطعا التعبير الأنسب الثقلان إني تارك فيكم الثقلين هذه تركة محمد صلى الله عليه وآله أما الثقلين أو الثقلين فإننا سنحتاج إلى كثير من التعمل والترقيع لكي نوجد معنى سليما صريحا واضحا لهذا العنوان العنوان الصحيح والبليغ هو حديث الثقلين والثقلان مثنى ثقل والثقل هو الشيء العزيز الغالي النفيس العظيم في قيمته وهذا يناسب معنى التركة المحمدية العظيمة إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي إلى آخر ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله هذا ما يرتبط بالتحريف الأول أما التحريف الثاني وهو تحريف نفسي معنوي ما قام به علماء السقيفة بني ساعد من إحاء لعوام السنة من أن الحديث الذي جاء فيه تعبير وعترة من أحاديث الرافضة من أحاديث الشيعة لم يصرع بهذا إحاء من خلال الملازمات الكلامية فصار عوام السنة يعتقدون من أن الحديث رافضي من أن الحديث شيعي وصاروا يميلون إلى الحديث المحرف وسنة باعتبار أنهم سنة وهذا الحديث يقول وسنة أما وعترة فلأن الشيعة لأن الروافض دائما يتحدثون عن العترة عن عترة النبي فهذا حديثه الأمر ليس كذلك حديث الثقلين بلفظ وعترة منتشر في المكتبة السنية ومنتشر في المكتبة الشيعية أيضا نذهب إلى فاصل هذه مجموعة من الكتب السنية التي ذكرت حديث الثقلين بتعبير وعترة وهي من أمهات الكتب السنية بإمكاني أن آتيكم بما هو أكثر من ذلك ولكن نحن في برنامج تلفزيوني لابد أن أراعي ثلاثة أمور أراعي الوقت أولا وأراعي متانة هذه الطاولة ثانيا هذه طاولة ديكور برنامج تلفزيوني الطاولات والمكاتب التي تصنع لديكورات البرامج التلفزيونية لا تكون متينة جدا لأنها قد صنعت لأجل أن تظهر على الشاشة لفترة زمنية معينة ثم نفككها بعد ذلك ونلقي بها في المهملات هذا هو الشأن هندسة الديكور في العمل الإعلامي في العمل التلفزيوني وحتى في العمل السينمائي فلابد أن أراعي قدرة هذه الطاولة على تحمل الكتب ولابد أن أراعي ثالثا الجنبة الجمالية في العرض والظهور أمام الكاميرا فليس منطقيا أن أغطي الطاولة كلها بالكتب وأن يكون مستوى ارتفاع الكتب بالحد الذي أطل عليكم وأحدثكم وإلا فالكتب كثيرة وكثيرة جدا لذا فإني أخذت لكم نماذج من كل موضوع من كل موضوع ألفت فيه مجموعات من الكتب في المكتبة السنية سأبدأ أولا مع الكتب السنية القديمة ما قبل البخاري ومسلم ما قبل البخاري ومسلم البخاري توفي سنة 256 للهجرة ومسلم متى توفي سنة 261 للهجرة كان يعيشان في عصر واحد وإنما جعلت البخاري ومسلم ميزانا لأن السنيين يعتبرون هذين الكتابين أصح الكتب في المكتبة السنية بعد كتاب الله هكذا هم يقولون هذا هو الشائع المعروف عند أكثرهم أنا لا أقول من أن جميعهم يقولون بهذا ما من شيء إلا وعليه اختلاف وخلاف والأمر هو هو في الدائرة السنية أو في الدائرة الشيعية لكن الشيء المعروف والمشهور فيما بينهم فإن صحيح البخاري وصحيح مسلم هذان الصحيحان أصح كتبهم بعد كتاب الله هكذا يقولون فجعلت من البخاري ومسلم نقطة دالة من الجهة التعريخية ما قبل البخاري ومسلم وما قبل البخاري ومسلم يمثل المصادر للبخاري ومسلم ولغيرهما من أقدم الكتب عندهم الطبقات الكبرى الطبقات الكبرى لمحمد ابن سعد ابن منيع الزهري المتوفى سنة 230 للهجرة متى توفي البخاري 256 مسلم متى توفي 261 محمد ابن سعد الزهري متى توفي 230 للهجرة هذه هذه الطبعة طبعة طبعة دار إحياء التراث العربي إنها الطبعة ذات المجلدات الكبيرة هذا المجلد الأول يشتمل على الجزئين الأول والثاني صفحة 346 تحت هذا العنوان ذكر ما قرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة البتراء هي صلاته من أجله ذكر ما قرب لرسول الله من أجله الأحداث التي وقعت في آخر أيام حياة رسول الله صفحة 347 أورد صاحب الطبقات حديث الثقلين بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي قال إني أوشك أن أدعى فأجيب هذا التعبير يفهم من من أن الأجل قريب إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإن اللطيفة الخبيرة أخبرني أنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوط فانظروا كيف تخلفون فيهما وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة ثم شرح العترة وعترة أهل بيت هذا من أقدم الكتب المهمة عنده كتاب الطبقات له قيمة علمية وقيمة حديثية بين علمائهم الطبقات الكبرى هو من المصادر الرئيسة لأمهات الكتب في المكتبة السنية لو كان المقام منعقدا للحديث عن أهمية هذا الكتاب لجئتكم بأقوال كبار علمائهم الذين يمجدون بالمؤلف وبالمؤلف المصدر الآخر هذا الكتاب أيضا من كتبهم القديمة ما قبل البخاري ومسلم المصنف المصنف لابن أبي شيبة المتوفى سنة ميتين وخمسة وثلاثين للهجرة من كتبهم القديمة ومن أصولهم المهمة عندهم هذا هو المجلد التاسع طبعة دار الحديث القاهرة مصر إذا ما ذهبنا إلى صفحة أربعمية وثمانية رقم الحديث اثنين وثلاثين ألف وثلاثمية وسبعة وثلاثين فهذا الكتاب من جوامعهم الحديثية المهمة جدا وتلاحظون العدد الكبير للأحاديث هذا هو المجلد التاسع رقم الحديث اثنين وثلاثين ألف وثلاثمية أو سبعة وثلاثين بسنده بسند ابن أبي شيبة مصنفي المصنف عن زيد ابن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها الصلاة البتراء إني تارك فيكم الخليفتين من بعد كتاب الله وعترة أهل بيتي وإنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحوض الحديث واضح إني تارك فيكم الخليفتين من بعد كتاب الله وعترة أهل بيتي هل أحتاج إلى شرح الحديث الحديث واضح وواضح جدا مصدر ثالث أيضا من مصادرهم ما قبل البخاري ومسلم إنه مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوفى سنة 241 للهجرة البخاري متوفى سنة 256 ومسلم متوفى سنة 261 أحمد بن حنبل متوفى سنة 241 هذا هو الجزء السادس من مسند بن حنبل وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 232 رقم الحديث 21 68 هذا أيضا جامع من جوامع الحديث الكبيرة عندهم في المكتبة السنية رقم الحديث 21 68 بسنده بسند بن حنبل عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها الصلاة البتراء هؤلاء دينهم أبتر وعقيدتهم بتراء وصلاتهم بتراء إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض وعطرتي أهل بيتي وإنهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض وعطرتي أهل بيتي هذا في مسند الإمام أحمد بن حنبل هذه نماذج من أهم كتبهن في المكتبة السنية ما قبل البخاري ومسلم الطبقات الكبرى لابن سعد المتوفى سنة 230 للهجرة المصنف لابن أبي شيبة المتوفى سنة 235 للهجرة مسند ابن حنبل لإمام الحنابلة المتوفى سنة 241 للهجرة وصلنا إلى البخاري البخاري حقد على العترة الطائرة ولذا لم يورد هذا الحديث مع أن الحديث تتوفر فيه كل الشرائط التي اشترطها البخاري في الأحاديث التي أثبتها في كتابه لكن البخاري ما أورد الحديث ولذا فإن الحاكم النيشابوري حينما استدرك على البخاري أورد الحديث في المستدرك وسأقرأ عليكم لكن مسلم أورده في صحيحه هذا هو صحيح مسلم المتوفى سنة 261 للهجرة وهذه الطبعة طبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان إنها الطبعة الأولى 2004 ميلادي إذا ما ذهبنا إلى كتاب فضائل الصحابة وإلى الباب الرابع باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنني أقرأ من صحيح مسلم صفحة 909 رقم الحديث 6251 الحديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة من صفحة 910 الذي يحدث بالحديث إنه زيد بن أرقم من الصحابة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تخبرنا عن دين أبتر وعن عقيدة بتراء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا هذا كلام زيد بن أرقم قام رسول الله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خم إنه غدير خم بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي إلى آخر ما جاء من كلام فيما بين حصين وبين زيد في معنى أهل بيته حاجتنا في حديث النبي حديث النبي هو هذا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثقلين أولهما كتاب الله ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي حديث صحيح مثلما الأحاديث التي مرت في الطبقات لابن سعد وفي المصنف لابن أبي شيبة وفي المسند لابن حنبل تلك أيضا أحاديث صحيحة بحسب تلك الكتب وبحسب مؤلفيها وبحسب علماء الحديث في أجواء سقيفة بني ساعد هذا الكلام أقوله ويسمعني علماء السنة وعلماء الشيعة وبإمكانهم أن يكذبوني هذا المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري حيث استدرك على البخاري واستدرك على مسلم فهناك الكثير من الأحاديث التي تتوفر فيها شرائط البخاري وشرائط مسلم التي على أساسها يحكم البخاري بصحة الحديث ويحكم مسلم بصحة الحديث إلا أن البخاري ومسلم كذلك لم يورد تلك الأحاديث الصحيحة هذا المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري المتوفى سنة 405 للهجرة وهذا هو الجزء الثالث من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان صفحة 160 رقم الحديث 4711 عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء يعني دينا أبتار قال رسول الله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوط إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي تلاحظون لا توجد عبارة ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا هذا هو الذي قصدته من التحريف في هذه الأحاديث أيضا سنعود إلى هذه النقطة إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوط ماذا قال الحاكم أني شابوري وهو حاكم حاكم يحكم في الحديث الحاكم درجة علمية هي أعلى درجات علماء الحديث وإلا فإن الرجل لم يكن حاكما في بلد من البلدان هو حاكم في علم الحديث ماذا قال عن هذا الحديث صفحة 161 مباشرة بعد أن أورد الحديث قال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين البخاري ومسلم ولم يخرجه حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه لم يخرجه في كتابيهما في السياق نفسه أقرأ عليكم من الأحاديث التي أوردها الحاكم الني شابوري ومن أنها تشتمل على شرائط البخاري ومسلم إلا أن البخاري لم يردها ومسلم كذلك لم يردها ستعرفون لماذا من دون أن أبين السبب صفحة 131 رقم الحديث 4617 بسنده بسند الحاكم الني شابوري عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع علي فقد أطاعني ومن عصى علي فقد عصاني هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه لم يخرجه أهل بخاري ولم يخرجه مسلم لغفلة لمرض عندهم يسبب لهم حساسية حينما يقرؤون هذه الأحاديث رسول الله هو الذي يقول من أطاعني فقد أطاع الله والذي والذي نقل الحديث عن رسول الله أبو ذار الذي يقول عنه رسول الله ما أضلت الخضراء يعني السماء ولا أقلت الغبراء يعني الأرض أصدق ذي لهجة من أبي ذار رضوان الله تعالى عليه من أطاعني فقد أطاع الله ومن أصاني فقد أصى الله أنا لا أقرأ عليكم من الكافي أنا أقرأ عليكم من مستدرك الحاكم النيشابوري المتوفى سنة أربعمية وخمسة للهجرة وهو يجمع الأحاديث التي اجتملت على شرائط الصحة التي يعتمدها البخاري ومسلم إلا أنهما لحساسية عندهما لم يذكر هذه الأحاديث من أطاعني فقد أطاع الله هذه أمثلة النماذج أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء عليكم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع علي فقد أطاعني ومن عصى علي فقد عصاني وحديث آخر صفحة 133 رقم الحديث 4624 بسنده بسند الحاكم النيشابوري عن أبي ذار عن هذا الذي هو أصدق ذي لهجة بتوثيق من رسول الله ليس من علماء الرجال عن أبي ذار رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي صلاة بتراء دين أبتر يا علي يا علي يا علي من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك يا علي فقد فارقني صحيح الإسناد هذا الحديث هكذا يقول النيشابوري هكذا يقول الحاكم النيشابوري صحيح الإسناد ولم يخرج لماذا لماذا يا علي من فارقني فقد فارق الله ومن فارقك يا علي فقد فارقني حديث آخر صفحة 134 رقم الحديث 4628 هذا الحديث عن أبي ثابت مولى أبي ذار الحديث فيه تفصيل أذهب إلى موطن الشاهد فذهب لزيارة أم سلمة بعد واقعة الجمل أم سلمة سألته مع من كنت مع علي أم مع عائشة فقال كنت مع علي فماذا قالت له أحسنت 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 سمعت رسول الله أم سلمة تقول لأبي ثابت مولى أبي ذار أحسنت عندما كنت مع علي في مواجهة عائشة والذين معها في واقعة الجمل أحسنت سمعت رسول الله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرق حتى يردى علي الحوض هذا هو حديث صفحة صحيح الإسناد ولم يخرجه ولم يخرجه البخاري ومسلم صفحة مية وسبعة وثلاثين رقم الحديث أربعة آلاف ستمية وسبعة وثلاثين بسند الحاكم النيشابوري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء يعني دينا أبتار قال رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتي الباب هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه لله أنت يا عهلي لله أنت يا علي ودائما أقول علي هو المشكلة وهو الحل هو المشكلة عند أعداء الله وهو الحل وهو البلسم الشافي عند أولياء الله هذا مستدرك الحاكم النيشابوري على الصحيحين علي موجود برغم آنافنا ورغم آنافهم علي شامخ برغم آنافنا ورغم آنافهم برغم آناف الجميع علي علي ويبقى علي ذكره علي منطقه منطقه علي مناقبه علية مقامه علي شأنه علي هذا هو علي هذا هو علي فهل يوجد كعلينا هل يوجد كعلينا هذا هو علي نذهب إلى فاصل الصحاح الستة هذا المصطلح معروف في الثقافة السنية إنها أهم كتب الحديث عنده قطعا أولها البخاري ومسلم وبعد ذلك تأتي بقية الصحاح الستة البخاري ومسلم أولا وقرأت عليكم من مسلم وقرأت عليكم من المستدرك على صحيح البخاري وصحيح مسلم هذه الأحاديث التي ذكرها الحاكم النيشابوري تتوفر فيها شرائط الصحة بحسب البخاري ومسلم إلا أن البخاري ومسلم لم يخرج تلك الأحاديث وأحدها حديث الثقلين باللفظ الذي قرأته عليكم بحسب ما رواه الحاكم النيشابوري الكتاب الذي بين يديه هو أحد الصحاح الستة الصحاح الستة صحيح البخاري صحيح مسلم سنن أبي داوت سنن ابن ماجة وسنن الترمذي وسنن النساء الذي بين يديه سنن الترمذي وهو من تلامذة البخاري كما هو معروف عنه الترمذي متوفى سنة 297 للهجرة وكتابه هذا أحد الصحاح الستة هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة تسعمية واحد وتسعين كتاب المناقب إنه الباب الثاني والثلاثون في مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بترى يعني دينا أبتار رقم الحديث 3794 بسنده بسند الترمذي عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصوى يخطب فسمعته يقول يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترة أهل بيت الحديث واضح هذه صحاح القوم في الباب نفسه أيضا صفحة 992 رقم الحديث 3796 بسنده بسند الترمذي عن عمر بن أبي سلم ربيب النبي قال نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إنها صلاة بتراء يعني دينا أبتار إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نزلت هذه الآية على النبي في بيت أم سلم وهذا عمر ابنها ابنها من زوجها السابق عمر ابن أبي سلم فدعا النبي فاطمة فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلم وأنا معهم يا نبي الله قال أنت على مكانك لا تقتربي من أهل بيتي لا تكوني تحت الكساء وأنت إلى خير فكيف دخلت نساء النبي في أهل البيت وكيف دخلت نساء النبي في العترة هذه أحاديث القوم أحاديثهم الحديث واضح واضح جدا أقرأ الحديث مرة أخرى عليكم عن عمر ابن أبي سلم ربيب النبي قال نزلت هذه الآية على النبي آية التطهير إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذا الكتاب ما هو كتاب شيعي هذا من صحاح السنة وهو الذي أورد هذا المقطع وأسمى المقطع بآية التطهير فلم يأتي بما قبلها وبما بعدها من الآيات في سورة الأحزاب التي كانت تخاطب نساء النبي ما هذا الأمر واضح وواضح جدا والذي نقل الرواية هو عمر ابن أبي سلم ربيب النبي وأمه أم سلم وهو أخبر بالذي جرى في بيت أمه عن عمر ابن أبي سلم ربيب النبي قال نزلت هذه الآية على النبي هذه آية كاملة لماذا وضعت هناك هذا كلام آخر الذي يريد لنساء النبي أن يكون جزءا من الآية هو الذي وضع الآية هناك هذا ليس موضع للنخاش الآن عن عمر ابن أبي سلم ربيب النبي قال نزلت هذه الآية على النبي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه الآية بهذا التعبير نزلت في بيت أم سلم فدعا النبي فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجل وطهرهم تطهيرا قالت أم سلم وأنا معهم يا نبي الله قال أنت على مكانك لا تقترب من الكساء هذا كساء أهل بيتي كساء عترتي وأنت إلى خير رقم الحديث 3797 بسنده بسند الترمذ عن زيد بن أرقام رضي الله عنهما قال رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء يعني دينا أبتار ماذا قال رسول الله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر هذا تعريف أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحاو فانظروا كيف تخلفون فيهما المضامين واضحة وصريحة وصريحة جدا المكتبة السنية مشحونة بهذه الحقائق لكن الأمر كما قلت لكم في حلقات متقدمة حينما كنت أحدثكم عن بعض الحقائق وهي كثيرة في المكتبة السنية هكذا يتعاملون معها حينما يصلون إليها يقفزون عليها لأنهم لا يريدون أن يرتبوا أثرا على تلك الحقائق يريدون أن يبقوا على ضلال آبائهم وأشدادهم على ضلال الصحابة والتابعين يريدون أن يبقوا على هذا الدين المزيف الحقائق هذه واضحة وصارخة جدا هذا الكتاب من موسوعاتهم من موسوعاتهم الحديثية الكبيرة ضربت لكم أمثلة من كتبهم القديمة ما قبل البخاري ومسلم وجئتكم كذلك بصحيح مسلم وبالمستدرك على الصحيحين حيث الأحاديث فيه هي هي بنفس درجة أحاديث البخاري ومسلم وجئتكم كذلك بسنن الترمذ هذه الصحاح الست نموذج من الموسوعات الحديثية التي عندهم السنن الكبرى للبيهق السنن الكبرى للبيهق عدد الأحاديث فيه 21 812 حديث 21 812 حديث بحسب الإحصاء الذي أجرته دار الكتب العلمية السنن الكبرى للبيهق وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر وهذا هو الجزء الثاني الجزء الجزء الثاني في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة كتاب الصلاة باب باب بيان أهل بيته الذين هم آله الذين هم آل النبي أورد الحديث الذي قرأته عليكم في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم ومما جاء فيه وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فتمسكوا بكتاب الله وخذوا به فحث عليه ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي في صحيح مسلم كرر الكلام ثلاثا أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي إما أن حدث تحريف هنا أو أن شيئا سقط بسبب النساخ أو بحسب دور الطباعة وفي الباب نفسه في الصفحة التاسعة والأربعين بعد المئة بسنده بسند البيهقي عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء يعني دينا أبتر هذه خذوها قاعدة لماذا لأن القرآن هو الذي قال من أن الذي يعيب النبي بآله هو الأبتر في سورة الكوثر إن أعطيناك الكوثر الكوثر فاطمة الكوثر عترته الطاهرة إن أعطيناك الكوثر من هو شانئه شانئه الأبتر من هو هذا الأبتر إنه والد عمر بن العاص ليس والدا حقيقيا وإنما بحسب ادعاء أم عمر بن العاص إنها العاهرة الشهيرة في مكة التي كانت تعرف بالنابغة وهي من أقذر عاهرات مكة هي قالت من أن عمر بن العاص هو ابن للعاص ابن وائل السهم وإلا فإن الأمر يتردد بين العديد من الرجال وهي كانت تقول إنه أشبه بأبي سفيان لكن أبا سفيان كان بخيلا كان حقيرا قسيسا جدا أما العاص فكان جزارا كان قصابا كان يأتيها ببقايا اللحم كان ينفق عليها بشكل وبآخر فلذا أرادت لولدها أن يعيش مع هذا الرجل في ظل هذا الرجل الأبتر الأبتر إذن هو هذا الجزار وهذا ابن الحرام ابن الزنا عمر بن العاص بحسب ما هو موجود في كتب التاريخ والسيار هو أيضا الأبتر هؤلاء كانوا يسمون رسول الله بأنه أبتر ليس له من ولد مع أن فاطمة كانت موجودة إنهم يشنؤونه يشنؤونه بفاطمة الذي يشنؤ العتر هو أبتر ولذا قال رسول الله من أن الصلاة عليه من دون الصلاة على آله هي صلاة بتراء والذي يصلي الصلاة البتراء هو أبتر إنه يشنؤ النبي وإنه يشنؤه في آله ويشنؤ آله الأطهار بسند البيهقي عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدات وعليه مرط مرحل من شعر أسود مرط مرحل عباءة كساء نوع من الأكسية فجاء الحسن فأدخله معه ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه ثم جاء علي فأدخله معه ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وهذا الحديث قرأته عليكم في حلقات سابقة من صحيح مسلم لو كان هناك من مجال أن تدخل عائشة لدخلت لكن عائشة لا مجال لها أن تكون تحت هذا الكساء هذا كساء لأهل البيت وللعترة الطاهرة لا يدخل تحته أحد لا من نساء النبي ولا من الصحابة مهما علت منازلهم ومهما شرفت وكرمت درجاته البيهقي في موسوعته هذه مثل ما ذكر الحديثة في الجزء الثاني ذكره أيضا في الجزء السابع هذا هو الجزء السابع من السنن الكبرى للبيهقي وذكر الحديثة الذي قرأته عليكم من صحيح مسلم في الصفحة الثلاثين باب بيان آل محمد صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء يعني دينا أبتر الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة إنه حديث الثقلين لحاجة لتكرار قراءة النص نفسه فقد قرأته عليكم قبل قليل وفي الجزء العاشر أيضا من السنن الكبرى للبيهقي هذا البيهقي الذي يقولون عنه من أن الشافع الشافع إنه إمام الشوافع من أن الشافع له فضل على كل شافع على كل منتمن إلى مذهب الشوافع إلا البيهقي البيهقي ليس للشافع من فضل عليه هو الذي له فضل على الشافع وكان بإمكانه أن يكون صاحب مذهب برأسه وعظمة كتابه عندهم من عظمته عندهم صفحة 114 من الجزء العاشر من السنن الكبرى للبيهقي ذكر حديث الثقلين أيضاً إنه الحديث نفسه الذي ذكره في الجزء الثاني وفي الجزء السابع وقد قرأته عليكم من الجزء الثاني وهو هو قد ذكره بنفسه في الجزء العاشر هذه موسوعة من الموسوعات الحديثية المهمة جداً في المكتبة السنية موسوعة أخرى كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال موسوعة كبيرة جداً تشتمل على عدد هائل من النصوص من النصوص القولية من النصوص الفعلية من الأحاديث من الآثار مما نقل عن النبي ومما نقل عن الصحابة عدد النصوص بحسب هذه الطبعة وهي طبعة دار الكتب العلمية ستة وأربعين ألف نص وستمية وستعش ستة وأربعين ألف نص وستمية وستعش هذا هو المجلد الأول الذي يشتمل على الجزئين الأول والثاني من طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان صفحة مية في الصفحة المئة رقم الحديث اثمانمية واثمانية وستين إني تارك فيكم خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحاوض رقم الحديث اثمانمية واتسعة وستين إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحاوض فانظروا كيف تخلفون فيهما في الصفحة السادسة بعد المئة حديث الثقلين رقم الحديث تسعمية وتسعة وثلاثين بلفظ وعترتي حديث الثقلين برقم تسعمية وأربعين بلفظ عترتي حديث الثقلين برقم تسعمية واحد وأربعين بلفظ عترتي تسعمية واثنين وأربعين تسعمية وثلاث وأربعين تسعمية وخمس وأربعين هذه الأحاديث هي صيغ من صيغ حديث الثقلين بلفظ وعترتي ليس وسنتي وعترتي رقم تسعمية وسبعة وأربعين رقم تسعمية وثمانية وأربعين تسعمية وتسعة وأربعين تسعمية وثلاثة وخمسين تسعمية وأربعة وخمسين لا يوجد وقت كي أقرأ هذه الأحاديث هذه صيغ وصور ونسخ من حديث الثقلين الذي جاء فيه وعترتي تسعمية وتسعة وثلاثين تسعمية وأربعين تسعمية واحد وأربعين تسعمية واثنين وأربعين تسعمية وثلاثة وأربعين تسعمية وخمسة وأربعين تسعمية وثلاثة وأربعين تسعمية وسبعة وأربعين تسعمية وثمانية وأربعين تسعمية وتسعة وأربعين تسعمية وثلاثة وخمسين تسعمية وأربعة وخمسين أقرأ عليكم ما جاء برقم تسعمية وستة وأربعين عن زيد بن أرقم أيها الناس هذا كلام رسول الله بحسب زيد بن أرقام وأنا أقرأ عليكم من كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتق الهندي المتوفى سنة تسعمية وخمسة وسبعين للهجرة تسعمية وستة وأربعين أيها الناس إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذا أمر يعرفه المسلمون ليس مسلما من لا يعتقد بهذه العقيدة هذا منطق القرآن تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم من كنت مولاه فعلي مولاه هذه أحاديث القوم فأنا لا أقرأ عليكم من كتاب شيعي هذه كتب القوم هذه المصادر الرئيسة والجوامع الحديثية والموسوعات الشهيرة في المكتبة السنية لا يوجد عندهم ما هو أشهر من هذه الكتب ولا يوجد عندهم ما هو أهم من هذه الكتب ولا يوجد عندهم ما هو أوثق من هذه الكتب ولا يوجد عندهم ما هو أصح من هذه الكتب هذا حق علي واضح وهذا حق العترة واضح إنها أمة غادرة فاجرة إنها أمة لعينة لقد دمروا ديننا سقيفتان ملعونتان سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي نذهب إلى فاصل يعز علي أمير المؤمنين وأنا أواجه ظلامتك دائما في ليلي ونهاري فأنا أعيش مع هذه الكتب أواجه ظلامتك يا سيد الأوصياء مع كل حرف من حروف القرآن وأنا أراك تتجلى ما بين الآيات وما بين كلماتها وحروفها وفي الوقت نفسه أرى التحريف في كل مكان يعز علي يا أمير المؤمنين أن أعيش دائما مع ظلامتك ولا أستطيع أن أفعل شيئا ترجمة نانسي قنع